السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي اهلوان سلام بكم فايز الشهر الجديد ومجرد جديم شرحتنا على قناتيكم قناة تيش 2020 ندعوكم الاشتراك في القناة حتى يسلكم كل جديد للقناة باذن الله وتعالى اليوم درسنا لهذا اليوم او هذا الشرح خاص بكيفية تغيير لغة حساب المطور جوجل بلاي كونسيل الكثير من الاشخاص يجدون شروحات هنا يكون اللغة جوجل بلاي كونسيل جوجل بلاي كونسيل باللغة العربية وهناك من يكون باللغة الاجنبية الفرنسية او اللغة الانجليزية او اي لغة كانت كيف تقوم بتغيير اللغة حتى يتسنى لك وتكون هناك سهولة كبيرة في معرفة اماكن وضع التغييرات وما شبه ذلك الامر ليس معقد وسهل وبسيط جدا تدخل الى حسابك جيميل الخاص بجوجل بلاي كونسيل تدخل الى جيميل الخاص بجوجل بلاي كونسيل ثم من جيميل تأتي الى سيتينك من هنا تختار سي هذه اللغة باللغة الانجليزية كما تشاهدون هنا باللغة الحساب باللغة الانجليزية بعد ان تدخل تأتي الى اكاونت امبورت تأتي الى هذا الخيار اكاونت امبورت ثم تنقر اوذر جوجل اكاونت سيتينك تختار على تنقر على جوجل اوذر اكاونت سيتينك تدخل في داتا برسوناليزي برسوناليزاسيو داتا برسوناليزاسيو تدخل الى داتا برسوناليزاسيو تنزل الى الاسفل الى غاية وجود كلمة لانجويج هنا تجد كلمة لانجويج تدخل هنا تدخل هنا من هنا تقوم بتغيير اما ان تضيف اه اللغة الجديدة او تنقر هنا تكتب تكتب مثلا سوف نقوم بتغييرها الى اللغة الفرنسية او الى الى اي لغة كانت تكتب ارابيك او هكذا عربية تنقر على البحث اعتقد ان العربية العربية ها هي اللغة العربية تختار دولة من الدول العربية جزائر اي دولة نختار الجزائر اختار الجزائر ثم انقر لاحظ اه ثم تغيير اللغة هنا في حساب الجيميل نذهب الى حساب جوجل بلاي المطور نعمل فقط نعمل فقط للحساب لاحظ كيف تغيير اللغة الى اللغة العربية لو نعيد اه اللغة الانجليزية مثلا نأتي الى هنا بنفس الشيء ثم قلنا نأتي الى هنا الى هذه الايقونة الايقونة الى ايقونة البرامتر انتظر ثم تنقر على السيئة الation التي شعرت نسى دinger ثم تأتي account and import ثم هنا اوذر كونت اكاونت وهذا يظهر باللغة العربية تأتي الى بيانات والتخصيص تأتي الكلمة بيانات والتخصيص تنزل الى الاسفل تجد اللغة هنا تنقر عليها تنقر على موديفي ثم هنا تكتب انجليش هذه اللغة انجليش ثم تختار اي بلد من البلدان التي تنطق اللغة الانجليزية مثلا ثم تقوم باختيار انقر على اختار ثم تغييره الى اللغة الانجليزية تذهب الى اه حسابك جوجل بلاي المطور تعمل فقط اصبحت اللغة باللغة الانجليزية باللغة الاجنبية اخواني اخوتي لهنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح هذا الشيء اه بسيط اه هناك الكثير من سألني على كيف تقوم بتغيير اللغة من الانجليزي الى العربي في جوجل بلاي كونسيل هذه هي الطريقة اه بكل بساطة ليست فيها سر كبير وكبير اه انتظرنا في شرحة القادمة لا تنسوا بالنقرة سوبسكيب قناة اما البارتاج للفيديو ان اعجبك ربما يستفيد منه وغيرك دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة